وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حقب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 527 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 276 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حقب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 25 طن وفي مجال حقب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 237 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 13 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 722 قضية من بينها 201 قضية خبز ناقص الوزن و141 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 35 طن